السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قصة جديدة من قصة الأنبياء قصة سيدنا صالح عليه السلام أتمنى أن تنال إعجابكم وتستفيدوا منها عاش سيدنا صالح عليه السلام في قبيلة تمود وقد اختاره الله ليكون رسولا إلى قبيلته لينهى الناس عن عبادة الأوثان ويعبد الله وحده لا شريك له كان صالح عليه السلام يعرف أن زعماء القبيلة أناس مفسدون في الأرض لا يحبون الخير وأنهم يبطشون بكل من يدعو الناس إلى الانصراف عن عبادة الأصنام ورغم ذلك أعلن صالح عليه السلام دعوته للناس وبشر برسالته فقد كان لا يخاف أحدا غير الله قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وكان في قبيلة تمود تسعة رجال أقوياء كانوا جميعا يفسدون ولا يصلحون وذات يوم ذهب أفراد القبيلة إلى صخرة كبيرة في الجبل كانوا يعبدونها منذ زمن بعيد حيث أصبحت هذه الصخرة مقدسة لدى القبيلة والناس يقدمون لها القرابين ويطلبون منها الرزق والبرأكة ورأى صالح عليه السلام ما يفعل قومه فحزن من أجلهم ونصحهم كثيرا ثم ذهب إليهم عند الصخرة وقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهو الذي خلقكم وهو الذي يرزقهم وهو الذي أنشأكم وهو الذي أرسل إليكم لتعبدوه وحده ولا تشركوا بعبادته أحد يا قوم استغفروا ربكم ثم ثوبوا إليه إن ربي قريب مجيب فقال القوم إذا كنت حقا رسول من الله تستطيع أن تخرج لنا من قلب هذه الصخرة الصماء ناقة ولن نؤمن برسالتك حتى تخرجها قال صالح عليه السلام سأدعو الله فإذا فعل ذلك فهل توحدون الله وتؤمنون بأني رسوله إليكم قالوا نعم يا صالح فمتى الموعي قال لهم صالح عليه السلام غدا في هذا المكان مع أول خيوط الفجر انطلق صالح حيث توجد الصخرة الكبيرة واجتمعت قبيلة ثمود بأسرها عند الجبل ورأوا صالحا ينظر إلى السماء بخشوع ويديه تشيران إلى الجبل وإلى قبيلة ثمود فأدركوا أن صالحا يتدرع إلى ربه يطلب منه آية على صدق رسالته وفجأة نهد صالح وأشار بأصبعه إلى نقطة في الجبل وسمع أفراد القبيلة جميعهم صوتا يشبه تشقق السخور ثم ظهرت ناقة جميلة يحبها المرء بمجرد رؤيتها سجد صالح عليه السلام لله شكرا وتعظيما ونظر أفراد القبيلة بن بهار إلى تلك المعجزة وسجد بعضهم لله وأصبحت الناقة رمزا لرسالة صالح عليه السلام الذي قال لقومه هذه ناقة الله إنها آية السماء وإياكم أن تؤذوها أو تمسوها بسوء فسوف تحل بكم لعنة الله إذا فعلتم ذلك كانت الناقة تشرب ماء البئر يوما ويشربونهم يوما وكانوا يحلبونها فتعطيهم لبنا يكفيهم جميعا لكن الشيطان أغواهم ووسوس لبعض أشرارهم أن يقتلوا الناقة وكان عدد هؤلاء الأشرار تسعة قلوبهم مليئة بالحقد على نبي الله صالح عليه السلام وذات ليلة وبعد أن نام الناس اجتمع أولئك الرجال التسعة وتساءلوا ماذا نفعل كيف نتخلص من صالح فقال أحدهم الأفضل أن نتخلص من ناقته ونقتلها وبالفعل اتفق الرجال التسعة مع أحد القتلى ليقتل الناقة ومع ذهاب الناقة للشرب فجرا قابلها هذا القاتل المأجور بسيفه وطعنها في رقبتها ثم جاء الرجال التسعة وراحوا يطعنون الناقة بالسكاكين والخناجير استيقظ صالح عليه السلام والمؤمنون على هول الجريمة ومضى صالح والذين آمنوا ليشاهدوا ما حل بناقة الله فلم يجدوا سوى الدماء تلوت الأرض وقمة الجبل قال صالح للكفار والقتل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فقط فلسوف يحل بكم العذاب لأنكم قوم ظالمون تكفرون برسالة الله وتقتلون ناقة الله ولا تحبون الخير وفي الموعد المحدد استيقظ الظالمون على صيحة مدوية دمرت قبيلة تمود ولم ينجو أحد سوى صالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وفي الختام أحبة شكرا لكم لكرم الإصغاء والاستماع في أمان الله ورعايته وأتمنى أن تنال هذه القصة إعجابكم